ابتديت في فكرة كتير كتير حلوة أنه لو الله أراد أن يتجسد سؤالين حطيتهم سؤال الأول هل يستطيع أن يتجسد؟ والجواب نعم السؤال الثاني هل يريد أن الله أو أنه يتجسد؟ السؤال نعم ولكن ليه؟ وده اللي بتقوله للآية الكلمة اتخذ جثدا فهو يريد قطعا كان الثبب الرئيسي لتجثد الكلمة هو أن يمكنه من خلال اتخاذه لهذا الجثد أن يموت نيابة عننا تكثيرا عن خطايانا ده اللي بنفهمه بشكل واضح يخلينا نستطيع أن نقول الله لا يموت لكن الذي مات على عوض الطليب نيابة عنه هو الله تقولي إزاي أقولك اتخذ جثدا اتخذ جثدا يعني ثارة بشرة وعلشان كده مش عايز حد يعثر لأنه ده وجه العملة الآخر إن كنا بنتكلم عن كل الثفات الله الطبيعية موجودة في شخص المسيح من حيث كونه ثرمدي وكله العلم وكله الوجود وكله القدرة ولا يعطيه صغير فهو أيضا إنسان بكل ما يتحمله الكلمة من معنا ففي يوحنى اللي احنا بنقول إنه بيعلن لينا ويبرغ لينا ألوهية ربنا يا الثوء المسيح يقول لنا في يوحنى 4 إنه طعب طعب من الثفر أيوة لأنه اتخذ جثدا في يوحنى 11 قبل ما يقيم العاذر يقول لنا إنه بكى وإحنا بنقول نعم لأنه اتخذ جثد صار بشرا شابهنا في كل شيء شكرا يا رب ما خلال خطيئة وطالما شابهنا في كل شيء بإنفع يكون ممثل عنه هل أنا لو أنا عايز مجلس للنواب في مصر ينفع أجيب شخص كندي؟ ولو عاوز مجلس للشيوخ واحد في مجلس الشيوخ من أمريكا هل واحد معهوش الجنسية الأمريكية ينفع يكون ممثل للأمريكان الإجابة بكل تأكيد لا طيب ولو أنا عايز من يمثلني أمام الله لابد أن يكون إنسان مثلي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة